وصلنا معكم إلى التحدي الثالث تحدي الانفراد المباشر بين المهاجم والحارس من يسجل أكثر عدد من الأهداف ومن سيحسم التحدي وصافرة البداية مع الكابتن حبيب جافر أصدقائي في كل مكان الآن التحدي المرعب والدحدي المميز وبالتالي صادق موسى صادق يحاول يعدي برافو صادق يسجل صادق موسى وبالتالي نام في كرة جميلة ومبدع الآن صادق مرة أخرى يحاول يراوغ وبالتالي صادق يعدي مرة أخرى الله عليك يا صادق يسجل الكرة الثانية وبالتالي هل يسجل الكرة الثالثة صادق مرة أخرى يحاول يعد صادق عد صادق مرة الله عليك يا معلم الله عليك يا فنان يسجل هاترك وبالتالي الكرة الرابعة صادق مرة أخرى يحاول صادق صادق يلا يا موسى يلا يا صادق مرة أخرى بكامل العلامة صادق يسجل أربعة كرات في تحدي جميل ومميز بسم الله الرحمن الرحيم مرة أخرى علي حسين في تحدي آخر أمام حارس المرمى علي حسين يحاول التحدي علي يمشي بالكرة يا علي علي يحاول بالكرة فيها علي 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 يسجل أول كرة وأول اختبار لعلي حسين في هذه الكرة وبالتالي ننتظر الثانية يمشي علاوي علي حسين مرة أخرى يحاول بالكرة ممكن بها ممكن ممكن علي 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 لازالت الله عليك يا علي الآن علي علي حسين مرة أخرى بعدما سجل في أول كرة هل يسجل الثانية علي أو الثالثة علي علي حسين علاوي لا زال برافو علي يسجل الكرة الثالثة ويترى هل يخرج بالعلامة الكاملة علي علاوي مرة أخرى علي حسين يعاول بالكرة لا زالت عند علي يراغ الحارس ولا ماذا علي وبالتالي يهدر الكرة علاوي إلى خارج أرضية الميدان. الآن مرة أخرى للكتيبة البرتقالية علي محمد. علاوي يحاول بمهارة كبيرة ليسجل علي من هذه الكرة عالي 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 عالي. زالت لا زالت علاوي مرة أخرى يبحث عن مراوغة يبحث عن حل لكي يدخل مرمى في الشباك. علاوي لا زال لا زال وبالتالي هنا كرة. وبالتالي الكرة إلى خارج أرضية الميدان. وابتسامة جميلة من الكابتن حبيب جافر. نعم اكسبوا خبرات كبيرة. علي حسين. علاوي أو عفوان علي محمد. علاوي لا زال علي يبحث عن مراوغة ثانية. علاوي ممكن الثاني ممكن الثاني. علي علي لازال وبالتالي الكرة مرة أخرى إلى خارج أرضية الميدان. السلام لقلبك يا علي. وبالتالي هل يسجل في هذه الركلة. ركلتين تهدر من علي. بأجماعة جميلة. وبالتالي ننتظر في لمسة. علي محمد. الثالثة خلاص يا علي. الثالثة يا علي. علي محمد. مرة أخرى علاوي لا زال. لا زال. علي ممكن. ممكن بكرة. وبالتالي الأخرى أيضا خارج أرضية الميدان. وبالتالي آخر كرة لعلي محمد. آخر كرة لعلي محمد في هذه اللمسات. وفي هذا التحدي الممتع. التحدي في الجميل. علاوي ممكن. ممكن علي راوغ. ممكن علي راوغ. ولا زال يبحث عن حل. لا زال يبحث عن ثغرة. علاوي ممكن. ولكن بالتالي أيضا تهدر الكرة. وتأتي صفرة النهاية من الكابتن حبيب جعفر. الآن علي جواد في تحدي آخر. علي جواد من الكتيبة الزرقاء. هل يكسب الرهان. علاوي من أول راكلة. علي. علي ممكن. مرافو علي. يسجل أول كرة. علي. علي جواد. وبالتالي ننتظر. هل يسجل الكرة الثانية. بانتظار. علي. يتوغل بالكرة. يحاول علاوي مرة أخرى. الله علي. كما علاوي مرة أخرى. يسجل الكرة الثانية. وبالتالي الكرة الثالثة. اللي أتريك. يتوغل بها كرة عالي. 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 ممكن. 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 وبالتالي. الحارس. لا زالت الخطورة قايمة. ولا زالت الكرة قايمة عليه. بالمهارة. يعني التلاعب. وبالتالي. لا زالت بكرة إلى خارج أرضية الميدان. آخر كرة في هذه التحدي. آخر كرة لعلي جواد. ممكن يسجلها. ولا ماذا. هذا. وبالتالي. ننتظر الصافرة من الكابتن حبيب جعفر. علي. تأتي الصافرة. يلا يا علاوي. علي جواد. لا زال. لا زال. علاوي يتوغل بالكرة. ممكن أفضل. يلي حارس المرمى. علي. علي مرة أخرى. أبراف. وبالتالي. ينتهي هذا التحدي. الآن محمد اللي قال المكان مكاني والزمان زماني. طيب راوين ما عندك يا محمد. هل تتمكن من خطف الأنظار؟ أول كرة خلاص. يا محمد أنت اللي قلت تحدى المكان. وبالتالي أول كرة أوت. أول كرة خالج أرضية الميدان. يلي يا محمد. راوينا يا بن كاظم. محمد بكرة. وبالتالي لم يراوغ الحارس. لم يراوغ الحارس. ومن شروط التحدي. الآن محمد كاظم اللي يتحدى وقال أنا سلطان وسوف أسجل. وبالتالي أهدر أول ركلة. محمد عدو. الثانية خلاص. الثانية خلاص يا محمد. لا تتحدى. وبالتالي لا زال يعاني. لا زال يعاني. والكرة الثانية مهدرة. لا تتحدى يا محمد. لأن كرة القادم غدارة. وكل شيء فيها غدار. محمد كاظم بخيبة أمل. بخيبة أمل. والثانثة خلاصة. الرابعة. ممكن يعطيك الحارس. رأف التنبيكة ولا ماذا يا محمد. محمد كاظم يمشي بالكرة. يحاول بالكرة. محمد يتوغل. أوت أم قول. أوت أم قول. لا زالت. لا زالت. ممكن. ممكن والثالثة. لا يا محمد لا. شاهدنا معكم التحدي الثالث كان فيه الكثير من الأهداف. وبالتأكيد الفرصة متاحة للمهاجمين أكثر من الحراس كابتن حسن في هذا التحديد. نعم سيد علي. التحدي الأول والثاني والثالث هي تدخل بها جوانب عدة. السرعة. الدقة. المرونة. الرشاقة. وسرعة التنفيذ. هذه كلها موجودة. الآن يعني خللت بطريقة الاشتياز الآن الحارس. الزكزاق وهو اشتياز الحارس وتنفيذها بسرعة. بذلك نشوف قطاع 2.70 كان الأسرع بتسجيل أهداف بذلك وسجل سبت أهداف. لكن فريق قطاع 42 ما طل كثير بعملية المراوغة. هذا الخير دليل يعني عندما نشرع على كيفية المرور من الحارس مرمى. عندناك كارتين كريم من صدامه والهجوم. ويعرف كيفية اشتياز الحارس وتنفيذ الكرة بسرعة. لا مماطلة بها ولا تأخير فيها. لأن إلى حالة إذا اتأخرتها سيكون عندك كماشا من الدفاع. فأعتقد السرعة والتنفيذ كانت ورشاقة. والأهداف الكثير هي فريق قطاع 72. كابتن ميزة المهاجم الهداف أنه من بعيد يشتاز الحارس لا يحتاج أن أصل يما وأتعرض لإحتكاك وربما تكون الأدبانتج للحارس في القطر. فعلا تطيع فرصة أنه يضيق عليك المسافة وهذا منتج حديات الصعبة عطورها. يحتاج لك رؤية يحتاج لك تنفيذ سريع مثل كابتن حسن. لذلك نرى بعض اللاعبين مثلا عندك مشتبة ما شاء الله عليه قدر أنه يملك تقنية أو يملك مهارة جيدة قدر يسجل كل الكرات. عكس على محمد اللي كان يؤخر بطئة الحركة أنت فرصة لمحمد. محمد كاظم اليوم تحمل وزر كثير حقيقة. وليس سجل الكثير من الأهداف كذلك على جواد قدر يسجل ثلاثة أهداف هذا شيء طيب. وعلي حسن نفس الشيء قدر يسجل ثلاثة. فالقصد أنه هذه المهارات الفردية هي التي تقدم الفريق لربما انفرادة واحدة تغير نسار المباراة كلها. فنحن نؤكد من خلال البرنامج على كل المداربي الفرق الشعبية وفرقنا المهمة أن نركزون على هكذا مهارات لأنه مهمة لللاعب يسلح به المباراة. كابتن حبيب نتفق أنا وياك واللجنة أنه محمد كاظم الحارس لا بالحراسة زين. حسن نطينا يعني هو قال إنه التحدي هذا سهل راح يعني أربع كرات راح أسجل. نطينا أربع كرات طينا خمس كرات ما سوى ولا وحدة يعني ما راوغ لا ولا 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 وصل يم الحارس.